اشتركوا في القناة 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 احنا جايين يعني فاتحين الموضوع تخافوش يعني كامل المعلومات رح تعرفوها عن هذا الموضوع فكان هو ما يقدر يتواصل فكان يطلب بدعوة معينة يجي هذا الخادم فالخادم هذا طبعا يمثل بالفنجان زي شاشة شاشة هاي زي شاشة التلفزيون او زي شاشة الكمبيوتر هيك يصور احداث يعني المقصود مش اليهوة يعني هي زي فتح المندل بمعنى اخر ولكن عشان ما تجيب زيت ودخنة الزيت وتدخل في عيونه والناس يقول لك بتطلع بالزيت لا هي صارت بالقهوة لانها صارت اسهل من تحضيرات المندل الزيت فالمهم كان يفتح له شاشة وارجي احداث الاحداث هاي يشوفها طبق الاصل بالاشي اللي هو قاعد بحكي فيه يعني هو شو بشوف شو بتكلم انت بتطلع بالفنجان بتشوف اشياء وخربيش وشغلات زي هيك بتفهمش راسة من رجليها فالمهم بصير هو يتكلم عن هاي الاحداث وبصير يذكر ايش هو اللي شايفه بالفنجان طبعا مش بمهارته هي بمهارة الجني اللي بكون يرسم له هاي الامور طيب اتطورت الامور وصار في بعض المصطلحات اللي هي سمكة وسمكة رزق والاشياء هاي وصار يمثلوها وبعدين صارت اللي هي نوع من انواع الاشياء المتعارف عليها بالمجالس وخصوصا ما بين النساء يعني هم اللي يتداولوا هذا الموضوع اكثر وحطوا رموز لإلهم وحطوا اسماء لإلهم واشكال لإلهم فطبعا هاي صارت تزبط مع اشخاص مع نساء معينين ونساء ما تزبط معهم طبعا هاي تيجي تشبيه للحالة اللي هي نيجي على انثى حامل مثلا حامل فبتيجي بتقعد قدام ستات ثنتين فبتقولها شو رأيك انا حامل شو بتتوقعي لي فوحدة بتقولها والله انا حاسس ان انت رح تجي بولد والثانية انا لا لا حاسس ان انت رح تجيبي بنت فتولد هي هاي لو انتها فبتروح بتجيب بنت فبتيجي والله انت مكشوف عنك لحجاب فهي بتعيش الدور وبتصير ايهش انها هي مكشوف عنه وانا تنبأت لفلاني انها بدأت جيب بنت وبغرر فيها الشطان وخلص وبتمشي على هذا الموضوع خلينا ما نطلعش بس عشان اوصللكو كيف بتصير الامور طيب ايش دليلك على هذا الموضوع او ايش دليلك على هذا الكلام انا بقول لك دليل اول ايش الفنجان عمره حدا حب انه هيك يجذره يعمله جذور او يشوف المسمى تاعه من وين اجي طيب نيجي بنقول ايش اسمه اسمه فن جان فن الجان فن الجان ماشي هذا المسمى تابعه فهو اساسا فن من الاساس من القدم من اول من وجد هذا العلم اسمه فن وهو متعارف عليه في العلوم الروحانية انه مش اي يعني مش الاشي الصعب او المعجزة انه الواحد يصير ولكن بده يضحي بجسده يعني بده يفتح جسمه عشان يدخل هذا الجني ويهيئ له الصور اللي يقدر يشوف لانه بطبيعته الانسان ما بيشوف الجان الا اذا كان في اشي غلط يختلف عن يعني تكوينك عن تكوين الانسان العادي والاشي الغلط هاد انه انت بكون ما تشوف بصرك بنكشف بصرك من خلال هم بيقولك البصر عشان انت تصير تشوف الاشياء هاي اوكي طيب هاي هاي نقطة الان طيب وهدولة اللي بطلعوا بقولك انا بقرأ بالفنجان وببيصاف له اكم فنجان قدامه بقولك اضمر على الفنجان اولا علم الفنجان ما بيجي لمجموعات يعني علم الفنجان او فن الفنجان ما بيجي لمجموعة هو بيجي لشخص يعني انت لازم بيجي لازم انت تقوديك بال الشخصان في طقوس معينة او جو معين اللي هو ما بدو يكون في مروحة بدو شو يكون في هوا بدو مش شغلة شمعوا ما شمعوا احجار كريمة وهاي هاي خزعبلات هاي الدكور تبعنا الصابين فبيجي بوعد هو بخليك تشرب من الفنجان هاد بعدين فيه له طريقة للقلب يعني كيف بدو ينقلب وكيف بدو يتصفى على اساس انه تطلع الصورة فيه اوضح وطريقة الدعوة اللي بدو يدعي فيها اللي هي القسم او الدعوة او العزيمة بحسب اللغة اللي بدو يطلب فيها الخادم على حسب ما هم اتفقهوية وبعدين بدو يصير يقرأ الاحداث للشخص فاذا لازم نفسك انت اللي يكون داخل الفنجان وهي معنى النفس لايش اذن منك انت باني انا موافق انه هذا الجني انه يقدر يتواصل مع قريني او يتواصل مع العمار اللي موجودين في مكان سكني ويوخذ المعلومات اللي بدو يياها لاني انا وافقت بما اني قلبت الفنجان انا معناته انا موافق على اي طلب هو بدو يا مني فهذا الاذن انت بتعمله في الفنجان في قلبتك للفنجان فعشان هيك اللي بيطلع وهدولا بيجي بيقول لك اضمر اضمر لي على اي فنجان بدك انت عشان اقرأ لك حظك وببلش يحكي عن حظك وبعدين بدخل الابراج وبعدين بيطلع من حظك وبعدين بصير وقول لك الاشياء يعني اشياء زي الرموز اللي انت بتفهمش راسك من رجليك فيها لا هو يعني هي فن كلام او فن صف الكلام ما الو علاقة بالروحانيات نهائيا ولا الو علاقة بالفنجان نهائيا ولا هو علم اللي بده يكون على القدرة هاي بده يقعد بالشخص الشخص هذا بيقلب الفنجان وهو اللي بيقرأ لك ياه بيقرأ لك ياه باحداث متسلسلة واشياء صارت معاك يعني انت هيك يعني بتبطل تعرف تحكي ولا كلمة لانه راح يذهل لك من المعلومات معلومات مش بده يجيبها رموز لا بده يجيب لك انه فيه كذا وحدي هيك اسمها كذا اسمها كذا مش اول حرف من اسمها كذا هاي حتى بالامارة كان بينك وبينها كذا وكذا وكذا عشان يأكد لك المعلومة وانهو عنده المعلومة وحتى فيه مكان انتو قعدتو فيه مواصفاته كذا وكذا وكذا هيك انت بتقوله اوكي وصلت المعلومة يكمل فهو ببلش عادي يعطيك المعلومات ما بيعلم بالغيب ولا رح يعطيك علم الغيب هو بحسب حسابات معينة طبعا من علوم هم يمتهنوها الجان مش جاهل يعني الجان زينة مخلوق مكلف بقرأ وبيكتب وبيدرس وبتعلم وعنده مهارات تختلف عن المهارات اللي انت بتتوقعها فعشان هيك هو عنده قدرة على انه يحسب بحسابات او بعلوم يعطيك معلومات زي ما انا بحسب لك بالفلك مثلا وبعطيك معلومات ولكن هو عنده قدرة اسرع مني انه بطلع بالنتائج بسرعة هائلة جدا فعشان هيك بتكون النتائج مذهلة بالنسبة للشخص اللي بسمع وبلاقي نسبة كبيرة من الكلام هاي بتتحقق اما هذول الاشخاص اللي بطلعوا وبقولك افتح بختك وفنجانك وبعدين ببلش يقولك بدك سفر ورزق وعمل ودير بالك وحد بكيد لك وحد بمكر لك وهذا كل يات وكلام فاضي ما الو علاقة لا بفن الفن تعل الفنجان ولا الو علاقة بالكلام الصحيح هو مجرد كلام فن الكلام وبوصل لك بطريقة انك انتي بتاخذ الكلام انت المقصود فعشان هيك لو ضمرت على هذا الفنجان او ضمرت على الفنجان الثاني او على الفنجان الثالث بتلاقي المعلومة نفسها نفسها راح توصلك بالاشياء اللي انت حابها وبالاشياء اللي انت حابت ما 吋معها وبالاشياء اللي انت يعني متأمل انها تكون بدها تصير. فعشان هيك هو بعرف كيف يوزع الكلام. هاي مختصر عشان ما نطول بالكلام اكثر من هيك. هذا مختصر لعملية اني ابيني لكم شو هو الفنجان? وشو علم الفنجان? او شو فن الفنجان? وكيف بنعمل? ومين بعملو? وعشان هيك لما اجتهدوا العلماء بتحريمو. او انه لا تقبل الصلاة اربعين يوم ولا مش عارف ايش. احنا ما اللي انا ادخل في امور التشريع. لان امور التشريع بحرها وسيع. فما بننخذ بهذا الموضوع. ولكن هو من حجم الادي اللي بتأذى منها الشخص اللي بيمارس هذا الفن. عشان هيك اللي بيمارسه هذا الفن بعد سنوات بتعبوا. وبصير عندهم امراض. وبتعبوا المفاصل عندهم. وبصير عنده انتفاخ في البطن. وبصير وجهه على سواد. وبيبلش عنده زي نوع من انواع التجاعيد في لون الجلد. لانه طبعا طاقة على طاقة. يعني طاقة تختلف عن طاقة. فعشان هيك شوي. بصير عنده اختلاف حتى في تكوين جسمه. فباخد انه بقول لك انا عتزلت وبطلت اطلب وبطلت اعمل وحلفت يمين. وما بدي اسوي هذا الشيء. لانه هو ينأذي من هذا الموضوع. طبعا من اولها بتكون هواية وبتكون لعبة وبكون مبسوط على حاله. وممكن يصح له عشرين دينار عشر دينار اه هدية بسيطة شغلات زي هيك. ولكن بعد فترة بصير المرض يضرب في جسمه لانه في طاقة غريبة دخلت على الجسم. وسببت له كثير من الالام. فعشان هيك بعتزل هذا العلم وببعد عنه. وفي منهم يؤذوا حتى يضربوا. لانه بدك تقول يعني الحلق الكلمة بالكلمة زي ما انا بقولها ما تغير فيها وما تجتهد فيها. وبتصير انتي عبارة عن اذاة بث فقط لا غير. ارجو يعني اني اكون وصلت المعلومة او وفقت بتوصيل المعلومة. اللي عنده اي معلومة طبعا غير اللي انا حكيته او حاب يشارك في هاي المعلومة او مر بهاي التجربة او بعرف شخص بهذا الاشي يعني قاعد مع شخص من هذا الاشخاص. وصار معه تجربة معينة حاب انه يحكيها طبعا بتأكد كلامي او بتنفي كلامي انا ما عندي مشاكل في هذا الموضوع. ايه يدندل تحت على التعليقات. يكتب تعليق. يذكر قصته او الحادث اللي صارت معاه او عن شخص سمع عنه. خليني برضو انا بحب اجمع معلومات او قصص او معلومات عن هاي الاشياء. اه يا ريت اتفيدوني برضو بالمعلومات اللي موجودة عندكم. هيك منكون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم. والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك. اترككم في رعاية الله وحفظه. الى اللقاء.